أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان موضوع في غاية الأهمية صلب المسيح هل هو الضعف أم شجاعة وأنا أصلي أن نلقي الضوء على هذا الموضوع في هذه الحلقة وأنا أعجب من أشخاص يحاولوا أن يقللوا من أهمية الصلب هو بكل بساطة وكأنهم يدافعون عن يسوع المسيح طالما يسوع المسيح نبي عظيم حاشى لهذا النبي أن الله يسمح له بموته أو بصلبه وبهذا أحبائي يخالفون كل المشيئة الإلهية وكل البرنامج الإلهي من أول التاريخ حتى آخر شخص في هذا الوجود قبل ما أخوض في هذا الموضوع خليني أذكر بعض الملحوظات ملحوظات عن صلب المسيح أولا يعني عادة يقولوا حاشى لله أن يموت طبعا نحن نأكد هذا الموضوع حاشى لله أن يموت فالذي صلب هو يسوع المسيح الإنسان الكامل فاللهوت لا يموت شيء تاني نحن لا نعبد الصليب ولكننا نعبد يسوع المسيح ابن الله فإذا كتير مرات بتسمع التعبيرات عباد الصليب نحن لا نعبد خشبة ولا نعبد صليبا ولكن نعبد يسوع المسيح فالصليب كان أداة إعدام في أيام الرمان ولكننا نفتخر بالصليب ليس لأجل خشبة أو معدن بنلبسه ولكن من أجل يسوع المسيح الذي قدم لنا خلاص كامل وفداء كامل شيء تالت يسوع المسيح هو الذي مات على الصليب ولم يشبه به أو له أحد لأنه حاشى لله أن يخدع الناس بوضع شخص آخر على الصليب مثل مثلا يهود الإسخاريوطي ولماذا لا يسمح الله للمسيح بأن يصعد مباشرة إلى السماء أمام عيون الناس وما حاجة أن الله يستبدل المسيح بشخص آخر على الصليب حتى لدرجة وهو يسوع وهو على الصليب قال له انزل عن الصليب فنؤمن بك فكانت الفرصة ليسوع المسيح ثم أحبائي كلمات المسيح على الصليب بتعبر عن الترتيب الإلهي البرنامج الإلهي التفاصيل الدقيقة والكثيرة فإذا استحال أن يكون شخص آخر الذي صلب مكان يسوع المسيح شيء رابع الصليب لم يكن النهاية بل الصليب هو البداية لكن في الصليب هزم المسيح الشيطان وبقيامة يسوع المسيح أكدت مصداقية يسوع المسيح وكل التصريحات التي أعلنها وهذه اندلت على شيء تدل على قوة المسيح الحي المقام من الأموات وقوة المسيحية التي تتبع يسوع المسيح ثم أحبائي صلب المسيح هو أصبح رمز المحبة والتضحية والشجاعة والصلاح فكيف لا يصلب المسيح طالما هو مثال ورمز للشجاعة والمحبة وكل صلاح فأنا أدعوك حتى تشاهدوا هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة